ومن أهم ما ذكرته لكم في الحلقة الماضية ما جاء في خطبة من خطب أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه لا أعيد كل الكلام المتقدم وإنما أذكركم بأمر مهم جدا تم الحديث عنه في الحلقة الماضية واعلموا والخطاب لنا جميعا واعلموا أنكم لن تعرفوا الرجد حتى تعرفوا الذي تركه لن للنفي التأبيدي أبدا لن تعرفوا الرجد حتى تعرفوا الذي تركه ولن تأخذوا بمثاق الكتاب حتى تعرفوا الذي نقضه ولن تمسكوا به حتى تعرفوا الذي نبذه هناك من نبذ المثاق من نبذ العهد وهناك من نقض المثاق وهناك من ترك الرشد لن تستطيعوا أن تعرفوا الرشد ولن تأخذوا بالمثاق ما لم تعرفوا الذين تركوا الرشد ونقضوا المثاق ونبذوا العهد هكذا يقول أمير المؤمنين في جزيل ألفاظه وجميل أقواله كلام واضح بين لا يحتاج إلى كثير من الشرح والتفسير ولا يحتاج إلى تأمل أو تعمل وعلموا أنكم لن تعرفوا الرشد حتى تعرفوا الذي تركه ولن تأخذوا بميثاق الكتاب حتى تعرفوا الذي نقضه ولن تمسكوا به حتى تعرفوا الذي نبذه وإمام زماننا في السنة العاشرة بعد الأربعمائة من الهجرة يكتب إلى مراجع الشيعة عبر الشيخ المفيد إلى أكثر مراجع الشيعة آنذاك وهم في أيامنا أكثر وأكثر وأسوأ وأقبح يقول لهم مخاطباً مذ جنح كثير منكم يا مراجع الشيعة مذ جنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعاً ونبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون ولن تمسكوا به لن تتمسكوا بعهد الغدير بعهد الولاية والإمامة ولن تمسكوا به حتى تعرفوا الذي نبذه حتى تعرفوا مراجع الشيعة الذين نبذوا هذا العهد من الأموات أو من الأحياء قطعاً أن نعرف مراجع الشيعة الذين نبذوا هذا العهد من الأحياء ذلك أولى وأوجب أكرر ما قاله إمام زماننا مخاطباً أكثر مراجع الشيعة مذجنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعاً ونبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون أمير المؤمنين ماذا يقول واعلموا أنكم لن تعرفوا الرجد حتى تعرفوا الذي تركه ولن تأخذوا بميثاق الكتاب حتى تعرفوا الذي نقضه ولن تمسكوا به حتى تعرفوا الذي نبذه هذا سؤال يطرح نفسه على الشيعة جميعاً وعلى الشيعة العراق خصوصاً على أي أساس تمسكتم بالمراجع الذين تعتقدون بهم لا أتحدث عن شخص بعينه هذه المجموعة تصنم المرجعسين وتلك المجموعة تصنم المرجعسات فهناك السيستانيون وهناك الحكيميون وهناك الشيرازيون وهناك وهناك على أي أساس إذا كان إمام زمانكم يتحدث عن أن أكثر مراجع الشيعة نبذ العهد وإمامكم الصادق في رواية التقليد في تفسير إمامنا الحسن العسكري يقول من أن أكثر مراجع التقليد عند الشيعة هم أضر على الشيعة من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه والممدوحون منهم من مراجع التقليد عند الشيعة قلة قليلة هذا كلام الصادق صلوات الله وسلامه عليه وذاك كلام إمام زماننا والحديث في هذه الأجواء يطول لكنني أكتفي بما أشرت إليه على أي أساس اخترتم المرجع سين أو اخترتم المرجع صاد أأخذ السيستاني مثالاً لماذا؟ لأنه المرجع الأعلى وأقول للشيعة عموماً ولشيعة العراق خصوصاً على أي أساس سلمتم أمر دينكم إلى السيستاني بل سلمتم أمر دنياكم أيضاً إلى السيستاني على أي أساس جعلتم السيستاني تاجاً على رؤوسكم تاج تاج على الرأس سيد السيستاني من الذي جعله تاجاً على رؤوسكم ما هو الدليل عندكم بعد كل هذه الحقائق وبعد كل هذه البيانات أنا أسأل قالوا شيوخ العشائر الذين يتفقون الآن مع محمد رضا السيستاني لمساندة مرجعيته فيما إذا ما مات أبوه أنتم ما دليلكم على مرجعية أبيه حتى تقفوا صفوفاً لتأييد مرجعيته هو أم أنهم ضحكوا عليكم وقالوا لكم إن محمد رضا السيستاني أعلم من أبيه إذا كان أعلم من أبيه إذا مرجعية السيستاني باطلة الآن ولا يجوز للسيستاني الأب أن يبقى مرجعاً بحسب مبادئ حوزة النجاف التي توجب شرعاً تقليد الأعلم فإذا كان محمد رضا السيستاني مثل ما يضحك عليكم بعض المعممين من جلاوزته أنه أعلم من أبيه فمرجعية أبيه باطلة فيجب على الشيعة أن تعود الآن إلى محمد رضا السيستاني وهذا الأمر قطعاً لا يخفى على أبيه فهو ولده وقريب منه وقطعاً سيدخل معه في نقاش في مسألة في أمر وسيكتشف السيستاني الأب أن محمد رضا السيستاني أعلم منه فإذا لم يعتزل المرجعية فهذا قدح في دينه وعدالته إنني أتحدث بحسب منطقهم بحسب منطق النجف الذي لا أؤمن به وأرفضه بشكل كامل لكنني أتحدث بحسب منطقهم وأقول لشيوخ العشائر هؤلاء ولكثيرين ممن يتهيأون الآن لإعداد الناس للرجوع إلى محمد رضا السيستاني بعد أبيه ما دليلكم أساساً على صحة مرجعية السيستاني الأب حتى تقوموا بنصرة مرجعية السيستاني الأب والذي ابتنيت مرجعيته على مرجعية أبيه وما بني على فاسد فهو فاسد أنا أسألكم ما هو دليلكم يضحكون عليكم ويقولون لكم من أن المراجع نواب صاحب الزمان ومن أن مرجعية السيستاني تمثل صاحب الزمان ومن أن صاحب الزمان هو هو الذي جاءنا بالسيستاني يضحكون عليكم بمثل هذا الكلام وأنتم تصدقونه لا تصدقونه ولكن ترتبون أموركم وفقاً لمصالحكم على هذا الأساس أنا أسألكم أقول لكم يا شيوخ العشائر ويا أيها الشيعة حينما يأتي رجل لخطبة بناتكم أنت أنت يا شيخ العشيرة أنا لا أتحدث عن شيوخ العشائر الذين يبيعون ذممهم في سوق البقالة فهم حاضرون لبيع ذممهم للذي يدفع إليهم من الذي يدفع أكثر هم حاضرون هذا تأريخ شيوخ العشائر ليس اليوم منذ الزمن الأول ما هي عشائر العراق التي قتلت الحسين وعشائرنا في العراق من العشائر الشيعية والسنية جدودهم هم الذين قتلوا الحسين وبإمكاني أن أفتح ملفاً في هذا وأتيكم بالمعلومات المفصلة عن العشائر اليوم وعن تأريخها القديم من كتب التأريخ وما هو بأمر عسير عليه لا أريد أن أخوض في هذه القضية أنا لا أخاطب شيوخ العشائر وأصحاب العمائم الذين هم بضاعة للبيع والشراء أخاطب شيوخ العشائر ممن يمتلكون ديناً ووعياً وأخاطب بقية الشيعة هل تعلمون من أن صاحب الزمان صلوات الله وسلامه عليه في آخر كتاب بعث به إلى سفيره الرابع علي بن محمد السمري في السنة التاسعة والعشرين بعد الثلاثمائة في شهر الشعبان إنني أقرأ عليكم من أقدم المصادر بل هو الأقدم الذي نقل إلينا هذا التوقيع وهو آخر توقيع صدر من الناحية المقدسة ووصل إلى الشيعة من خلال السفير الرابع السمري وبعد وفاته انتهت الغيبة الأولى وبدأت الغيبة الثانية أقرأ عليكم مما جاء في هذا التوقيع الشريف والمصدر كمال الدين وتمام النعمة لشيخنا الصدوق وطبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة في الصفحة الثانية والأربعين بعد الخمسمائة بسم الله الرحمن الرحيم هذا هو نص الكتاب ونص التوقيع بسم الله الرحمن الرحيم يا علي ابن محمد السمري أعظم الله أجر إخوانك فيك فإنك ميت ما بينك وبين ستة أيام فاجمع أمرك فاجمع أمرك ولا توصي إلى أحد يقوم مقامك بعد وفاتك فقد وقعت الغيبة الثانية فليس هناك من طريق إلى صاحب الزمان كي يشخص لنا نائباً ينوب عنه هذا الكلام كذب ودجل يضحك به المعممون عليكم هذا هو آخر كتاب ورد من السفير الرابع دقق في كلماته بسم الله الرحمن الرحيم يا علي ابن محمد السمري أعظم الله أجر إخوانك فيك فإنك ميت ما بينك وبين ستة أيام فاجمع أمرك ولا توصي إلى أحد يقوم مقامك ليس هناك من نائب أبداً ولا توصي إلى أحد يقوم مقامك بعد وفاتك فقد وقعت الغيبة الثانية فلا ظهوراً إلا بعد إذن الله عز وجل وذلك بعد طول الأمد وقسوة القلوب مر الحديث عن معنى طول الأمد وقسوة القلوب في الحلقات المتقدمة حينما حدثتكم عن الأسباب والعوامل التي تحول فيما بين الإنسان وبين أن يرابط مرابطة الأحرار في فناء إمامه حين وصل الحديث إلى الإحباط وهو أخطر تلك الأسباب وتلك العوامل فلا ظهوراً إلا بعد إذن الله عز وجل وذلك بعد طول الأمد وقسوة القلوب إلى آخر ما جاء في الكتاب الشريف هذا هو التوقيع الذي يعرف بتوقيع المشاهدة ولقد شرحته في حلقتين مفصلتين من برنامج الكتاب الناطق يمكنكم أن تعودوا إلى تلك الحلقات لا أريد أن أقف عند هذا الكتاب طويلاً موطن الحاجة هو هذا ولا توصي إلى أحد يقوم مقامك بعد وفاتك فقد وقعت الغيبة الثانية وها نحن في الغيبة الثانية فليس هناك من طريق لتنصيب نواب من قبل الإمام صلوات الله وسلامه عليه بشكل مباشر خصوصاً إذا ما قرأنا بقية التوقيع وذلك بعد طول الأمد وقسوة القلوب وامتلاء الأرض جوراً وسيأتي شيعة من يدعي المشاهدة ألا فمن ادعى المشاهدة قبل خروج السفياني والصيحة فهو كاذب مفتر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم هذا هو تمام كتاب إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه الذي وصل إلى السفير الرابع السمر وأبرزه للشيعة في وقته وبعد ذلك توفي وطويت صفحة الغيبة الأولى وبدأت الغيبة الثانية من دون تعيين نواب بشكل مباشر من إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه فهذا الطريق مسدود وما يقوله هؤلاء المعممون إنه كذب ودجل القضية واضحة وكلامي صريح وبالأدلة القطعية البينة فهذا الذي يتردد على ألسنتي بعض المعممين الكذابين هذا كلام دجل وكذب هذا هو آخر كتاب وردنا من إمام زماننا وهذا المصدر هو من أقدم المصادر بل هو الأقدم بين أيدينا الآن الذي نقل هذا الكتاب فهذا كتاب شيخنا الصدوق المتوفى سنة 381 للهجرة والشيخ الصدوق أبوه من رجال الغيبة من رجال إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه لا أريد أن أتحدث أكثر من ذلك لأن الوقت يجري سريعا وعندي الكثير من المطالب إذن إذا قلتم من أن الأساس هو هذا فهذا أساس باطل صاحب الزمان لا طريق عندنا إليه بشكل مباشر فهو لا يتدخل في تعيين المراجع لا من قريب ولا من بعيد وما كنا نعتقد به من خلال أكاذيب مراجعنا الكرام لا حقيقة له أحاديث أهل البيت كلمات أهل البيت روايات أهل البيت زياراتهم أدعيتهم في كتبهم القديمة مراجع النجفي يشككون فيها وينكرونها ثم يأتوننا بحكايات وبأكاذيب لا أصل لها لا مصدر لها لا سند لها ويريدون منا أن نصدق أكاذيبهم عبر هؤلاء الخطباء المعتوهين عبر هؤلاء الخطباء الكذابين الذين يعتاشون على منبر الحسين صلوات الله وسلامه عليه ويضحكون على الشيعة بتلكم الأكاذيب فليس هناك من صلة لصاحب الأمر بموضوع المرجعية هذا وإذا ادعى مدعا فعليه أن يأتينا بالدليل وأنا له أن يأتينا بالدليل من أين يأتي بالدليل فليس هناك من دليل يدل على أن صاحب الأمر يتدخل في تعيين المراجع خصوصا من أمثال الخوئي من أمثال السيستاني من أمثال مراجع النجف الذين نعرفهم الآن على قيد الحياة أين هموا وأين صاحب الأمر أين هموا وأين محمد وآل محمد صاحب الأمر مشرق وهؤلاء القوم مغربون فهذا الكلام لا أصل له ولا صحة له هذا شيء ليس من المنطقي أن يتحدث به عاقل أن يتحدث به ذو حكمة يعرف أمر دينه ويعرف الواقع الذي نعيشه فضلا عن واقع النجف الذي هو في غاية السوء وفي غاية القبح إنها مؤسسة للكذب والدجل والضحك على ذقون الشيعة من الآخر ترفضون كلامي جئونا بدليل واضح يثبت هذه الأكاذيب قد تقولون من أننا نعرف أن صاحب الأمر لا يتدخل في تعيين المراجع ونحن لا نعتقد بمرجعية السيستاني على هذا الأساس إنما نعتقد بمرجعية السيستاني وأنا أخذت السيستاني مثالا هذا الأمر ينطبق على بقية المراجع الذين ماتوا الأحياء الذين سيأتون فتقولون من أننا آمنا بالروايات والأحاديث التي وردت عن أئمتنا والتي شرعت لنا التقليد وجعلت فقهاء الشيعة مراجع لنا ونوابا لصاحب الزمان فنحن لا نعتقد أن صاحب الزمان يتدخل بشكل مباشر في تعيين المراجع وإنما صاحب الزمان أئمتنا عموما تركوا لنا حديثهم تركوا لنا رواياتهم وعلى أساس أحاديثهم ورواياتهم فهمنا الموضوع وجئنا بهذه الروايات وطبقناها على المراجع على السيستاني وعلى غيره ومن هنا كان اعتقادنا بهؤلاء المراجع جيد هذا الأمر جميل هذا من أهم الروايات والأحاديث التي ثقفت الشيعة عليها وقد خدعوا بذلك سأبين لكم الأمر من أهم الروايات روايات روايتان روايتان لا غير الرواية الأولى التي جاءت في تفسير إمامنا الحسن العسكري وهذا هو التفسير بين يديه وهذه الطبعة طبعة ذوي القربة إنها الطبعة الأولى قموا المقدسة الرواية التي تبدأ من صفحة ميتين واحد وسبعين وتنتهي في صفحة ميتين وخمسة وسبعين والتي جاء فيها فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا له مطيعا لأمر مولاه فللعوام أن يقلدوه وذلك لا يكون إلا بعد وركزوا على كلمة بعض إلا بعد فقهاء الشيعاء لا جميعهم هذا كلام صادق صلوات الله وسلامه عليه وعادة يبترون نهاية الكلام لا يذكرون لكم بقية الحديث وذلك لا يكون إلا بعد فقهاء الشيعاء لا جميعهم هذا لا يذكرونه لكم وإنما يقولون لكم فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا لهواه مطيعا لأمر مولاه فللعوام أن يقلدوه يحون لكم أن جميع المراجع يتصفون بهذه الأوصاف وهم يدلسون بذلك ويكذبون ويفترون على الإمام الصادق لأن الإمام الصادق ما تحدث عن الجميع قال هذا في بعض فقهاء الشيعاء وذلك لا يكون إلا بعض فقهاء الشيعاء لا جميعهم ما أنا قلت لكم هؤلاء كذابون دجالون يحرفون كلام أهل البيت لأجل مصالحهم هذه الرواية هي الرواية الوحيدة التي تحدثت عن تقليد الفقهاء إنني أتحدث عن مصطلح التقليد لو بحثتم في كل حديث أهل البيت من أوله إلى آخره فإنكم لن تجدوا رواية ثانية تشتمل على مصطلح التقليد للفقهاء هذه هي الرواية الوحيدة في بابها الرواية الأخرى التي اجتملت على مصطلح التقليد تتحدث عن تقليد المعصوم الرواية الوحيدة في أحاديث أهل البيت التي ذكرت مصطلح التقليد لفقهاء الشيعاء هي هذه الرواية فقط وأقدم مصدر لها هو هذا المصدر إنه تفسير إمامنا الحسن العسكري الذي استشهد في السنة الستين بعد المئتين للهجرة فالكتاب سيكون قبل ذلك التاريخ قطعا إمامنا الحسن العسكري استشهد في السنة الستين بعد المئتين للهجرة فتفسيره الشريف حين أملاه على من أملاه قطعاً كان قبل هذا التاريخ فهذا هو أقدم كتاب يشتمل على هذه الرواية وهذا هو المصدر الوحيد لهذه الرواية وهذه هي الرواية الوحيدة التي تشتمل على مصطلح التقليد لفقهاء الشيعة أما بقية الأحاديث في الكافي وغير الكافي التي وردت فيها كلمة التقليد فذلك تقليد للمعصوم والروايات صريحة في هذا الباب وإذا أردتم أن تطلعوا على تفاصيلي هذا الأمر يمكنكم أن تعودوا إلى برنامج شهر رمضان ألف أربعمية واحد وأربعين هجري قمري على شاشة القمر موجود متوفر على الشبكة العنكبوتية بإمكانكم أن تعودوا إلى تفاصيل هذا الموضوع إذن هي هذه الرواية الوحيدة التي تحدثت عن تقليد الفقهاء وبهذا المصطلح ومثل ما قرأت عليكم قبل قليل فللعوام أن يقلدوا هذه الرواية التي أنتم تتحدثون عنها لأن الشيعة يثقفون من قبل المراجع ومن قبل خطباء المنابر ومن قبل الفضائيات خصوصا من أتباع السيستاني فإن المرجعية الأوسع هي مرجعية السيستاني يثقفونكم على هذه الرواية وأنها تنطبق على السيستاني جيد هذا أنا لا أريد أن أناقش هذا الموضوع فإنني قد تحدثت فيه عشرات وعشرات وعشرات من الساعات خصوصا فيما يرتبط بهذه الرواية وأثبتت بالأدلة الواضحة الصريحة من أن الرواية لا تنطبق على مراجع النجف إطلاقا لكنني لن أناقشكم بهذا الموضوع إذا أردتم أن تطلعوا على هذه التفاصيل ومن أن الرواية هذه بالذات لا تنطبق في الجانب الذي مدح فيه المراجع لا تنطبق على مراجع النجف وإنما ينطبق ما جاء فيها من ذنب لمراجع التقليد الذين هم أضروا على ضعفاء الشيعة من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه كما قال الصادق صلوات الله عليه في نفس هذه الرواية الطويلة لكنني سأقبل بكلامكم تقولون نحن نستدل على صحة مرجعية السيستاني بهذه الرواية جيد سأقبل منكم هذا الكلام وسأترك فهمي وما أثبته بالأدلة القطعية من أن الرواية في جانبها الإيجابي في جانب المدح لا تنطبق على السيستاني ولا على بقية المراجع وإنما ينطبق منها الجانب السلبي الذي فيه ذم وقدح لهؤلاء المراجع وقد أثبت هذا بشكل واضح وصريح عودوا إلى برامج الكثيرة المتوفرة على الشبكة العنكبوتية أو تابعوا هذه البرامج على شاشة القمر الفضائية أنتم تحتجون بهذه الرواية وتقولون من أنها تنطبق على السيستاني أنا أقبل ذلك منكم مجاراة لكم وأيضا ستحتجون بالتوقيع الشريف المعروف بتوقيع إسحاق بن يعقوب وهذا أقدم مصدر له كمال الدين وتمام النعمة لشيخنا الصدوق هذا هو المصدر الأقدم لهذا التوقيع بحسب المصادر المتوفرة بين أيدينا في المكتبة الشيعية هذا التوقيع صدر من الناحية المقدسة وبخط إمام زماننا عبر السفير الثاني عبر العمر الثاني إلى إسحاق بن يعقوب وجاء فيه وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله عليه هذا هو النص الوحيد بين أيدينا الذي جاءت فيه هذه الكلمة فارجعوا ومن هنا اشتقت المرجعية والمرجع وإلا فإننا لا نملك نصا آخر يصف فيه الأئمة فقهاء الشيعة بالمراجع أو أنهم يصفوا هذه المنظومة فيما بين الشيعة والفقهاء بالمرجعية المرجعية والمراجع والمرجع اشتقت من هذا التوقيع من هذه الكلمة وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها فهذان النصان هما النصان الرئيسان والنصان الأساسيان فيما يرتبط بتأسيس المرجعية الشيعية وبموضوع تقليد الفقهاء رواية التقليد عن صادق العترة في تفسير إمامنا الحسن العسكري فللعوام أن يقلته وتوقيع إسحاق بن يعقوب الذي صدر من الناحية المقدسة جاء بخط إمام زماننا والذي جاء فيه فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجة عليكم وأنا حجة الله عليهم فقالوا من أن هذا النص بحسب ما يثقفونكم به يدل على منظومة المرجعية ويدل على نيابة الفقهاء عن صاحب الزمان صلوات الله وسلامه عليه في زمان الغيبة الكبرى هذا التوقيع وهذه الرواية هما الأصل وعلى أساسهما يتم التثقيف في الوسط الشيعي فيما يرتبط بالمرجعية والتقليد والنيابة عن صاحب الزمان وقيادة الأمة أليس الأمر هكذا يوجد شيء آخر هناك روايات أخرى تأتي في حاشية هذين النصين أحاديث تأتي متفرعة في ذيل هذين النصين رواية إمامنا الصادق في تفسير إمامنا الحسن العسكري وتوقيع إسحاق بن يعقوب عن الإمام الحجة صاحب الزمان هما الأصل والأساس في تثقيف حوزة النجف وحتى حوزة قم بل كل المعممين في العالم يثقفون الشيعة باتجاه المرجعية والمراجع والمرجع الأعلى وأنهم ينوبون عن صاحب الزمان وما يرتبط بموضوع التقليد وفقا لهذين النصين وهذان النصان لا ينطبقان لا على السستان ولا على الخوئ ولا على الذين قبله ولا على الذين سيأتون بعده هذان النصان ينطبقان على فقهاء ومراجع يتصفون بمواصفات حددتها كلمات أهل البيت وقد فصلت الكلام فيها في برامة سابقة هذان النصان بالأدلة الواضحة والصريحة لا ينطبقان لا على السستان ولا على الخوئ ولا على الذين سبقوا الخوئ ولا على الذين سيأتون بعد السستان ولا على الذين يعاصرون السستان لا الرواية التي في تفسير الإمام العسكري بل هذه الرواية تبطل مرجعية هؤلاء المراجع لأنها تصفهم بالكذب وتصفهم من أنهم أضر على الشيعة من حرملة ومن قتلة الحسين كلام صادق واضح أما هذا التوقيع فهو مرتبط برواة الأحاديث متى كان السستاني راويا يروي الحديث للشيعة غاية ما عنده أن يصدر لنا فيديوات صامتة من دون صوت رواية الحديث لن تكون كتابة على الورق رواية الحديث تكون باللسان أن يتحدث بلسانه نعم يمكنه أن يستعين بالورق وبالكتابة لكن الأصل في الراوي أن يكون في أكثر الحالات راويا للحديث متى كان السستاني ومتى كان المراجع الذين سبقوه هكذا ولا بد أن يكون الراوي فصيحا دليغا وهم لا يحسنون قراءة سورة الفاتحة في صلواتهم الواجبة وقد عرضت لكم ما عرضت من الوثائق التي تدل على هذه الحقيقة فلا رواية تفسير إمامنا العسكري ولا توقيع إسحاق بن يعقوب يدل على السستان وعلى مرجعيته ولا على مرجعية غيره وهذا قد أثبته بالوثائق وبالأدلة الصريحة والبيانات الواضحة المشروحة لكنني سأترك كلامي كله هذا وأقول مثل ما تقولون من أن رواية إمامنا الصادق في تفسير إمامنا العسكري وكذلك توقيع إسحاق بن يعقوب يدلاني على شرعية مرجعية السستان وبقية المراجع لا لأنني سحبت كلامي أنا لا أعتقد بانطباقي هذين النصين على مرجعية السستان وغيره من مراجع النجف في الجانب الإيجابي في الجانب السلبي نعم رواية إمامنا الحسن العسكري تنطبق في جانبها السلبي على السستان وبقية المراجع فيما ورد من ذم وقدح أما ما ورد من مدح للقلة القليلة فلا تنطبق لا على السستان ولا على بقية المراجع هذا ما أعتقده وقد أثبته بالأدلة الصريحة وكذلك ما يرتبط بتوقيع إسحاق ابن يعقوب لكنني سأترك هذا الكلام وأقبل كلامكم على الأقل مؤقتا سأقبل كلامكم وأقول من أن رواية التقليد في تفسير العسكري ومن أن توقيع إسحاق ابن يعقوب هذان النصان يدلان على شرعية مرجعية السستان وبقية المراجع ومن أن التقليد تشرعه هذه النصوص ومن أن النيابة عن صاحب الزمان تشرعه هذه النصوص مع أن التوقيع واضح التوقيع محصور في الحوادث الواقعة فقط وأما الحوادث الواقعة فهذا الكلام لا يدل عن نيابة عن صاحب الزمان فنائب صاحب الزمان لا بد أن يرجع إليه في كل شيء أما أن يكون في الحوادث الواقعة فتلك مسألة خبروية هناك أناس عندهم خبرة في رواية الحديث فلهم حجية خبروية محدودة فيما يرتبط بالحوادث الواقعة لا أريد أن أعيد شرح الأحاديث سأقبل كلامكم وأقول من أن رواية إمامنا الصادق في تفسير إمامنا العسكري تنطبق بدرجة مئة في المئة على السيستان وأمثاله من المراجع وكذلك توقيع إسحاق بن يعقب بحسب فهمهم الذي هو فهم خاطئ بدرجة مئة في المئة بحسب فهمهم من أن التوقيع يؤسس للمرجعية الشيعية ويؤسس كذلك للنيابة عن صاحب الزمان ويؤسس ويؤسس مثل ما يثقفونكم جيد هذا لكنني سأقول لكم يا أيها العباقرة العظماء يا أيها الفطاحل الأجلاء هل تعلمون أن السيستاني لا يؤمن بهذه الروايات ستكذبونني سأقرأ لكم من كتابه فكيف تعتقدون بروايات تؤسس لمرجعية شخص هو لا يؤمن بهذه الروايات ماذا تقولون هؤلاء يضحكون عليكم في الفضائيات وعلى المنابر هذا كتاب السيستاني الإجتهاد والتقليد والإحتياط هذا هو كتابه السيستاني موجود في مكتبات النجفي وكربلاء وبغداد موجود في المكتبات في كل مكان وموجود على الشبكة العنكبوتية هذا هو كتاب الإجتهاد والتقليد والإحتياط وهو الجزء الخامس عشر من مجموعة الآثار الكاملة للمرجع الديني الأعلى السيستاني مجموعة الآثار الكاملة للمرجع الديني الأعلى للسيستاني هذا هو الجزء الخامس عشر مطبوع على حدة لوحده بإمكانكم أن تشتروا هذا الكتاب وهو مطبوع لوحده وهو موجود أيضا ضمن هذه المجموعة وهذا الجزء الذي عرضته عليكم هو من المجموعة الكاملة لآثاره الإجتهاد والتقليد والإحتياط تاريخ الطبع ألف أربعمية واحد وأربعين هجري قمري سنة الفين وعشرين ميلادي طبعة جديدة وبإشراح من المرجعية السيستانية إذا ما ذهبنا إلى صفحة أربعمية وثمانية وعشرين وقد ورد في التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري عليه السلام رواية مفصلة وهي منقولة في الاحتجاج أيضا في كتاب الاحتجاج للطبرسي الرواية التي أشرت إليها قبل قليل في صفحة أربعمية وتسعة وعشرين بعد أن يتحدث عن هذه الرواية فماذا يقول السيستاني إلا أن الرواية ضعيفة ولا يمكن الاحتجاج والاستدلال بها فهو لا يعتقد بهذه الرواية هذا هو قول السيستاني هذه رواية التقليد عن إمامنا الصادق في تفسير إمامنا الحسن العسكري هذا هو رأي السيستاني فيها فللعوام أن يقلدوا في صفحة أربعمية وتسعة وعشرين إلا أن الرواية ضعيفة ولا يمكن الاحتجاج والاستدلال بها أنا لا أتكلم في زاوية مظلمة أحلف لكم مليون يمين مكتب السيستاني في هذه اللحظة يتابعني بقية مكاتب المراجع لا أقول هذا الكلام هكذا من دون دليل عندي معلومات دقيقة مكاتب المراجع في النجف يتابعون هذا البرنامج دقيقة بدقيقة هذا هو كلام السيستاني أنا لا أخدأكم ولا أضحك عليكم مثل ما يفعل وكلاء السيستاني وخطباء المنبر الذين تتبركون بهم يضحكون عليكم ويثقفون بهذه الروايات لأجل إثبات شرعية مرجعية السيستاني والسيستاني نفسه لا يعتقد بها هذا هو كلام السيستاني عن رواية التقليد التي هي وحيدة في بابها تحدثت عن تقليد فقهاء الشيعة مثل ما قلت لكم قبل قليل هو يقول عنها إلا أن الرواية ضعيفة ولا يمكن الاحتجاج والاستدلال بها هذا ما يرتبط به رواية إمامنا الصادق في تفسير إمامنا العسكري ما يرتبط بالتوقيع الشريف بتوقيع إسحاق ابن يعقوب صفحة واحد وثماني من نفس الكتاب في آخر الصفحة الرواية الثالثة التوقيع المروي في الإكمال في الإكمال إكمال الدين أو كمال الدين هناك من يصطلح عليه هذا المصطلح إكمال الدين وإتمام النعمة ولكن المشهور كمال الدين وتمام النعمة التوقيع المروي في الإكمال إنه هذا الكتاب الذي تلوت عليكم التوقيع من وغيبة الطوس عن إسحاق بن يعقوب وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله بحسب ما أورد لأنه في النسخ الصحيحة وأنا حجة الله عليهم في صفحة 84 ماذا يقول السستاني عن هذا التوقيع فظهر أن التوقيع مخدوش سندا وغير قابل للاستدلال به فهو لا يعتقد بصحته ولا يستدل به فعلى أي أساس أنتم تستدلون بروايات وبأحاديث على مرجعية السستاني هو نفسه لا يعتقد بها إذا كان السستاني هو الأعلام مثل ما تقولون فلا معنى لاعتقادكم بهذه الروايات وإذا كنتم ترون أنفسكم أنتم أعلام في فهم هذه الروايات وصحتها وانطبقها علي فأنتم أعلموا من فكيف تقلدونه مضحكة أنتم مسخرة وحق الحسين مهزلة أنتم أتحفوهم أتحفوهم بالوثيقة في الديخية رجاء ما رد أجيب الأسمان واحد قال لي أزر على شنو مستعجب على شنو مستعجب قلت لنرأ أخر بابل ما توصل للنوبة هي قال توصل وإطمئنم تركبهم يعني بش إشي عمل تركبهم وتقول لهم ديخ والله نف عباردة واحد من الأعلام أتحفوهم خمس سنوات قلت لنستعجب مش دارة قلت لهم تركب يعني قلاغة أهميشيني مثل ما ردون قلاغة أهميشيني جميع وكان حرفة سنوات فقوش ديخ فعرفيخ ونص عباردة كنا على ثقه وكلكم تعرفونا لنمارد أجيب الأسمان عرض ما قال تركب مثل ما تركب نعم وغاية ديخ لا مو علم إجمالية لا مو علم إجمالية هذا هو واقع واقع الشيعة لا الواقع الشيعة هذا هو الله هذا واقع الشيعة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر